لما كنا نقول ده فلان لسه في الطبور ولا فلان عاوزين له علاج علشان نعرف نحركه في الطبور دور ولا دورين ممكن تقعد في مباحثات شهور النهار ده لا الحاجة تتقال هب تلاقي على طول في استجابات هل الدنيا عندنا بقت بمبي 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 على رأي صلاح جهين وسواعد حسني لا مش بمبي 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 لكن لو قار النهب اللي كان موجود زمان ده بمبي ووردي وحاجة عظمة على عظمة على عظمة على سبيل المثال أول مبارح زي ما حضراتكم عارفين كان عندنا تقرير لطيف ظريف عن بنوتة صغنطوطة عندها تسع سنين هنيدة اللي بترقص طنورة سكر هنيدة دي اه والله ألاقي انه هنيدة أعرف انه عندها مشكلة وما إلى ذلك مو بتأثر على إبصارها وعندها مشكلة في المناعة وحاجات زي كده طيب نقول يا جماعة وإحنا بنتفرج على الحلقة كده أنا وحضراتكم وحبنتفرج على التقرير يا جماعة أتمنى أتمنى بقى هنيدة بنتنا كتكوتة هنيدة زي ما قلت لكم يوم ما كده وجه مصري جميل أمر أمر وموهوبة وعندها أرادة وعندها شخصية وحبوبة طيب يا جماعة والنبي احنا عاوزين وانا حتى قلت نصلا كده أتمنى انه يعني هنيدة تروح تتعالج في جامعة عين شمس وقلت أنا متأكد من انه دكتور محمود المتيني اللي عمره مرفض لنا طلب أبدا هيساعدنا في الموضوع ده ألاقي دكتور محمود المتيني رغم كل الظروف بالمناسبة كل الظروف يستجيب فيه شوية ظروف كده يعني شخصية تمام يستجيب ويتصل بيا ولاقي انه دكتور دينا فاروق أبو زيد بتتصل وتقول لنا يا جماعة احنا ان شاء الله هنبقى جاهزين معقول الكلام ده طب خلونا الأول نفهم أكتر من مدام نوهة والدة هنيدة ازاي كيه مدام نوهة الله سلامك يا سلام ازاي الصحة كله تمام الحمد لله خير قولي لي هنيدة عندها ايه هي عندها كيف مية في المخ ضغط على العصب البطن تمام اوكي في حاجة تانية ايه عندها من ناص المناعة وبهاء فانا برضك بعمل لها جلسات اشعة فوق بنفسي جاية وجلسات ليزر وان شاء الله هتقوم و هتبقى زي الفل ولا تقلاقي ولا تقلاقي ان شاء الله باذن الله باذن الله